30 انعقدت القمة العربية بتونس وعلى جدول اعمالها نحو 20 بندا يتصدرها ملف القضية الفلسطينية وسوريا واليمن وتدخلات الايرانية في شون الدول العربية بالاضافة الى الموقف الامريكي بشأن الجولان السوري تأتي هذه القمة وسط ملابسات وتحديات غير مسبوقة ما يخلق تشاؤم لدى الشارع العربي في ان تلقى قراراتها مصير سابقاتها ولا تتمخض عن واقع ملموس على الارض وتخللت القمة العربية دعوات لتجاوز الخلافات والازمات التي تشهدها المنطقة والذي اكد تلك الخلافات عدم حضور العديد من قادة الدول العربية لاجتماع القمة كما استأثر ملف الجولان خطابات غالبية المتحدثين رافضين قرار ترامب الاخير ومصيرين على اعتبار الهضبة ارضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن البيان الختامي للقمة اشار الى رفض التدخلات الايرانية في الشيون العربية وكذلك على مركزية القضية الفلسطينية للعرب وانه من غير المقبول بقاء المنطقة العربية مسرحة لتدخلات الخارجية فيما اكد البيان على رفض قرار امريكا الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان وكلفت القمة وزراء الخارجية العرب بتقديم مشروع قرار الى مجلس الامن لاستصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان القرار الامريكي الجامعة العربية بقراراتها التي تضمنها البيان الختامي للقمة تجد نفسها امام اختبار حقيقي وسط تحديات كبيرة وعقب سنوات من الفشل والقرارات والتوصيات التي لم تطبق على ارض الواقع اعتهمات لها بان قممها تحولت الى مجرد اجتماعات بروتوكولية اشتركوا في القناة